طيب أنا النهاردة لما مثلاً بكون زعلانة من أقول من زعلانة من خطيبي مثلاً لو أنا مخطوبة ممكن أقول له مثلاً على فكرة أنت زعلتني وإنت مراعيتش إحساسي أنت كنت قليل الزوء جداً معايا وزعق وعبر عن مشاعر الغضب بمنتهى الأرياحية مش عندي أي مشكلة لما بكون بعبر عن مشاعر الغضب أنا والبعض أو خليناً أقول كتير من الناس بنعبر بمنتهى الأرياحية عن مشاعر الغضب لما بطالب بحقوقي بعبر بأرياحية لما بدي حد أمر اعمل كذا أو أنت ما كانش المفروض تعمل كذا أنت مش عارف قد إيه اللي أنت عملته ده كسر بخطري وكسر نفسي بنقف كلنا أو معظمنا بمنتهى الأرياحية يحلي صوته ويزعق والبعض أحياناً سوري على اللفظ أنا أسفة اسمحولي بيشلق بينما لما حد ممكن يديك أو يديني أو يدينا كلنا كوباية مية ممكن ننسى نقول شكراً ممكن ننسى نقول كتر خيرك الحاجات اللي بنشوفها في الأفلام اللي بيدويسود نقول ياه هو لسه يعني الناس دي بتقول شكراً كده هو لسه في حد بيقول ممنون يا فنم هو لسه في حد بيقول أنا طاير من الفرحة آه ترتب على ده بقى إن إحنا بطلنا نجبر بخاطر بعض وخليني نقف عند كلمة جبر الخواطر جبر الخواطر ليه كلمة طيبة صدقة طبعاً أنا مش متخصصة في الدين ولكن أنا بعتقد يعني أنا بتخيل وطبعاً ياريت لو أنا غلطت في حاجة ياريت حد يعني حضراتكم تصححولي إن الكلمة الطيبة الصدقة لأنها بتجبر الخاطر وبتجبر النفس وأصارها عن نفس كبير وعظيم فعشان كده عبادة أو جبر الخواطر عند ربنا عظيم وسببه كتير طيب ببقى إننا ما بنقولش للي حوالينا شكراً عشان عملتيلي يا حبيبتي الأكلة الفلانية شكراً عشان زبطيلي كوباية الشاي شكراً عشان كويتيلي الهدوم رغم إنك ملزمة تعملي كل ده حتى لو هي ملزمة شكراً كتر خيرك الله يكبر بخاطرك الله يرد عليك يا أمه الله حاجات دي بجد بتبقى حلوة وأصارها على الراجل وعا الست وعلى العيل الصغير كبير جداً مش كده بقى إن إحنا لما أهملنا شكراً ولما أهملنا كتر خيرك والكلام العظيم ده الموضوع بدأ يصيب بعضنا بالجفة يعني إيه الجفة يعني بدأنا مثلاً نسمع في الدراما وفي الأفلام ومسلسلات يقول لك إيه بابا أنت آخر مرة حتى أنتني إمتى ماما أنت بيش واخدى بالك إن أنت بالك كتير قوي قوي ما حطيش إيديك عليا بدأنا كمان نلاقي الأخ وأخته بوش يحضنوا بعض بوش يبوشوا بعض حتى على السوشيال ميديا بيتصلى طول الوقت من خلال الكوميكس أصلي أنا أخويا لو ما ضربنيش على أفايا ما يبقاش أخويا أمي مش عارف يعملي كوباية شاي ماشي ممكن دا يدحكنا مرة اتنين تلاتة كل دا عظيم وهائل ورائع بس فين الحضن؟ فين قعدت أخويا معايا في قطي هو بيحكيلي عن يومه وعن صحابه وعن النوادر اللي هكتحصل بينهم في الشارع أو في الجامعة أو 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 فين دا؟ احنا فقدنا راح فين؟ فين اللقطات بتاعت يعني مثلا بساطة جدا من الجميلة أصالة لما شفتها في برنامج الإعلامية الكبيرة مون الشازلي قلت لها بصي احنا عيلة بنا حميمية غير طبعية كلنا بننفسي الواحد كلنا بنبوص بعد 24 ساعة آه يعني آه البوصة دي ممكن تغير موت بيتك وممكن تكفي أهل بيتك كلهم حتى لو جعنين وحتى لو حضرتك بتعانين مثلا من أزمة أو في مشاكل في الفلوس أو البوصة دي ممكن تشبع العيلة على فكرة والحضن ده ممكن ممكن يخلي مراتك مكتفية بالقليل الأول هي دي الفكرة بقى احنا محتاجين تاني نرجع نتدفة في زوينا أهلينا جوزي ابني بنتي أختي خلتي عمتي جدتي صاحبتي ليه فقدنا يعني هل مثلا أنا بخمن والله ما عرفش هل مثلا الموضوع اللي لقى مثلا بكورونا يعني قين كورونا كنون نقول آه معلش كل واحد يقف كده يتكلم بمسافة بعيدة علشان الفيروس أوكي لازم يقف فيه متر بينك وبين اللي قدامك ولحد دلوقتي على فكرة يعني أكيد في الشغلي مش هسمح لحد زميل في الشغلي يقف يتكلم معايا وبيني وبينه مسافة أقل من متر أوكي ده مطلوب المسافات في العلاقات وفي حاجات مطلوبة سنجوا بيتي وستأهلي الله يرد عليك الله يقبر بخطرك معرفش ليه البعض ممكن يزعم إن الحاجات دي ممكن تبقى الوكل يعني إيه يعني يقول لوحدة الله يكرمك لا حلوة الله يكرمك الله يسمح لك الله يرض عليك الله يصرف لك الله يرزقك روحي إلهي ربنا يحبب فيك الحصة في أرض وأنا عملا بفتكر وأنا مع حضراتكم إيه الدعوات اللي أمي بتدعيها لي روحي إلهي ربنا يحبب فيك الحصة في أرض إلهي يرض عليك إلهي يسمح لك ربنا ينصفك زي ما نصفتين ربنا يحزك الله يكرم الحاجات دي مش بيئة والحاجات دي مش مش معناها إن أنا سيت لا دعوة الدعوة الحلوة ده حتى يقول لك إيه لو أنت مثلا سايق في إشارة ولا حاجة ولقيت حد سائل جاي يقول لك لله لو قلت له الله يسهل لك بتحتصب لك عند ربنا حزن